وعلى الجانب الآخر يشكو أهالي حي القادسية في قضاء تكريت من تفاقم ظاهرة الكلاب السائبة في الشوارع والأحياء السكنية ما يهدد حياة طلبة المدارس مؤكدين أن الإصابات وخاصة بين صفوف الأطفال بشكل تصاعدية وآخرها الطفل علي الذي يعاني من إصابة خطيرة جراء عضة كلب مطالبين الحكومة بوقفة جادة لإنهاء المشهد غير الحضاري وتأمين حياة الطلبة خاصة في المدارس الابتدائية أنا والد الطفل محمد حسام اللي يتعرض إلى عضة كلب قبل ثلاثة أيام فندعي الحمد لله والشكر اللي الله سبحانه وتعالى فتحه كتب عليه السلامة وإن شاء الله هو صيح حالة حارجة حيل بس ندعي من الله إن شاء الله أكون تحسن إن شاء الله تعالى وهذه الحالة ما أتمنىها تصير مرة ثانية يعني بصلاح الدين عامة لأن هذه الحالة سوت بنا رعب بأطفالنا يعني هو طفل عمره أربع سنوات ونص أربع سنوات ونص من نصير به موقف كلب يشيله من رأسه ويركض به مسافة ويحط على بمكان ويقوم يأكل به ودنيا ظلمة يعني يعيش خوف يعيش حياة مرعوب حسا بالليل يفز يعيط جاني جاني يعني حالة ما تنوصف كشعور وكطفل يعني لو الكبير يعني يتحمل يعني شايف عاف ثانيا ما يشوف يعني العظة في رأسه وبعينه فعيونه فيه المسدودات فطفل وما يشوف وهي كي حالة وليل وتكرمون الكلب أسود يعني صارت بي ردة فعل والله سبحانه وتعالى إن شاء الله يصبرنا ويشافي إن شاء الله نطلب الدعاء منكم اللي الحمد لله ما محتاجين شي نحتاجين بس الدعاء بس أطلبه من السادة المسؤولين اللي قايمين على هذا الشي يعني يشوفونا حلل هاي للحالة يعني أنت بيت مربي لك بيت تكرم كلاب سود كلها بوليسية كبار أنواع مشكلة يعني مو بس الأسود ما أشخص بيت فلان وفلان وفلان معروفين بكثرة يعني أنت تيت ربيها يعني ما لها داعي هاي الكلاب أنت ما مربي لك شي زينة أو حمام أو بطيور حب أو كذا هاي السوالف أنت مأذي شي يأذي الناس يعني هذا أتصور أطلع على طفل على برة وهم نفس الحال اللي لا يقولها إن شاء الله ويصير لأي شي لأي أطفال الناس أنا ما أتمنىها لأي واحد اللي العدوي ما أتمنى هذا الشي بس هذا الشي مو حضاري إحنا بمدينة إحنا بمركز مدينة مركز المدينة لازم الناس لأخذ حريتها بالتحرك الطفل يلعب الطفل ما يتسجنيه تقدر سيطر على الطفل الطفل لازم يطلع بالشارع يشوف يشتري يعني لازم يعيش لهذه البيئة لا عدنا متنزهات يعني إن أخذ أطفالنا عليها لا عدنا شي وأن يروحون نحبسهم هم ما يصير حتى على المدرسة ستشارعنا على المدرسة الطلاب يخافون يروحون ألا أبوي وديه لو أمه توديه على المدرسة على المحل محل يروح يشتري صارت بيهم حالة من الرعب فنطلب من السادة المسؤولين على هذا الشي يشوفونا حل يعني كلاب سائب كثرة يعني البارحبيل في المستشفى المستشفى هذا القلب القادسية التأهيل والله العظيم بالطوارع يعني روحت على الطوارع عندهم وديهت ابن المراجعة داخل السياج ما المسؤولين فتكلموا كلاب سائب أكثر من خمسة ستة يعني شوفوا العين فباوعت يعني حالة تروح أسوق نفس الحالة وإن ما تروح تلقاههم أهلا وسهلا بيكم وكل خطوة بألف هلا بيكم وإحنا ممنونين لكم عن هذه الزيارة الحلوة أنا عم الطفن اللي تعرضي لعضة الكلب والله يا أخي إحنا المصاب كناه واللي جرى الحمد لله والشكر والحمد لله طفل هل ساعة وضعيت أن نكون إن شاء الله زينا فضل الله وفضل دعاكم مناشدتي ومطالبتي من الجميع من كل من يخص هذا الأمر أنه شوفونا صورة حل لهالوضعية هذه اللي يرثلها يا أخي العزيز البلد العالم وين وصلت إحنا قمنا نرجع لي وراء أطبق علينا مثل اللي يقول كل بلدان العالم تتفاخر بحاضرها إلا إحنا نتفاخر بماضينا لأن إحنا هسا جاعد نقول قبله المجال الصحي أحسن والمجال التربوي أحسن والآخره فإحنا يا أخي العزيز مطالبتي شهدتنا أنه شوفونا صورة حل أخي أصبحت وشغلت لتربية الكلاب بداخل البيوت وكأنه ما شون موديل جديد جاعد يجيك يوم على يوم جا يتحدث نفسك أخذ أرياف افتر بالمناطق الريفية ما تكرم تكرم السامح تشرب ينبح وراك تروح على الجزيرة تخوطها من رأسها لأساسها ما يطلع عليك تكرم السامح تشرب تجي عن مدينة تمشي وتشلاب تعضعضه بسيارتك يعني يصير أخرى وثانية بله الكلاب السائبة هذه من واجب البلدية ومن واجب الحكومة بس مربين الكلاب انتو بس أيل افتهم شنو جماليته هذا بالبيت من الليل كله ينبح يمذنك بول بول تحسب حساب بالحاط طبخانة البلابول ويغرد يمراسك بشنه شنو الاستفادة ماتتك من عنده أنا إذا عرف الاستفادة من عنده شنو منتج مكسب إليك شنو المستفادة صار البلد متطور الدنيا والمسطة توسعك وكاميرات لو أنت في أبعد بلدان العالم تدحج على بيتك عن ضوء الموبايل ما لك تشوف بيتك من يطب ومن يطلع أنت سأخذ جعدنا على يا قرن الخاطر الله يعني أريد أن نصر نتحلل هذه الحالة هذه تروح على مستشفى مليارة كرم سامع الشلاف تروح على سوق كذلك تسلح ويا خلق الله تمشي بالسوق يمشي ويا البشر يعني شو يعني والله يعني شي ما شي للعقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر